موسيماني يسير غضب الاهلي وقرار عاجل من الخطيط مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بكم من جديد في قناة أخبار عجلة أصارت تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي الأخيرة حالة من الاستياء من بعض المسؤولين في النادي الاهلي حيث قال مصدر داخل بعسة فريق النادي الاهلي بأن تصريحات موسيماني أصارت غضب مسؤول القلع الحمراء حيث خرج موسيماني بتصريحات تفيد برغبته في التدريب في أوروبا مما اعتبر مسؤول النادي الاهلي تلميح لإمكانية رحيله عن الاهلي في حال توافر فرصة لذلك أيضا من ضمن التصريحات التي أصارت غضب مسؤول الاهلي التصريح الذي انتقص فيه موسيماني من حق النادي الاهلي حسب ما اعتبره مسؤول القلع الحمراء حين قال موسيماني من هو الاهلي حتى يحقق انتصار على بايرن ميونيخ وفور علمه بهذا الأمر والكلام الذي يصار على الفور قرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عدم الحديث في مثل هذه الأمور وكذلك علم التحدث مع موسيماني في هذا الشأن حفاظا على استقرار الفريق لعدم إصارة أي أزمات خلال مباراة الفريق في المونديال هذه الأنباء ليست هي الأولى من نوعها بل أشيعت أنباء أمس عن وجود حالة غضب من مهاجم النادي الاهلي اللاعب محمد شريف تجاه موسيماني بسبب استبعاده من تشكيل الفريق في مباراة الدحيل القطري نفس الأمر بالنسبة لمحمود كهربا كل ذلك يشير إلى أن هناك من يريد زعزعة استقرار فريق النادي الاهلي في هذا التوقيت في ظل خوض الفريق لبطولة عالمية وهامة وخاصة بأنه مقبل على مباراة قوية جدا وهامة أمام بيرن مونخ الألماني بطل أوروبا ولكن في النهاية يبقى النادي الاهلي الكيان الشامخ أمام كل العواصف والمحن لأن روح الفانيلا الحمراء لا توجد إلا في كيان واحد هو النادي الاهلي قنوات مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وبيرن مونخ الألماني يوم الاثنين المقبل يبحث عشاق النادي الأهلي عن القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي وبيرن مونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهاية مطولة كأس العالم للأندية من أجل ذلك قررت شبكة قنوات بنسبورت إذاعة المباراة عبر قناتها بنسبورت HD المفتوحة ويعلق على المباراة المعلق المصري علي محمد علي أيضا من ضمن القنوات التي ستزيع اللقاء القناة الثانية والثالثة من مجموعة القنوات القطرية الناقض الحصر للبطولة والتي تبسها عبر قناتي BNHD1 و BNHD11 الناطقة باللغة الإنجليزية أيضا تنقل المباراة قنوات الكأس القطرية حيث تزيع المباراة على قناة الكأس ثلاثة والكأس ستة أيضا يبس اللقاء عبر قناة بنسبورت كوننكت والتي تبس عبر الإنترنت والتباع لمجموعة بنسبورت في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك ولكنت بشاهدة الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة